الشيخ زايد في هذا الموضوع أو في هذا المجال سبق الكثير ليس من أبناء الإمارات فقط ولكن على المنطقة أنا أعتقد كلها لأن الشيخ زايد هو أول من حافظ في الستينات أو يمكن قبل ذلك على نوع واحد من الغزلان العربية وهو المهى ففي محافظته على هذا الموضوع أو على هذا الحيوان اللي كان في يوم الأيام سينقرض ما أظن هناك شخص آخر كان عنده نظرة اللي ممكن يشوف هذا النوع من الحيوان أنه سينقرض في السبعينات أو الثمانينات ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنضيف لهم بيطارية في فلدة في الجزيرة سكنهم عني خليهم يعيشون بيطارية لا العلاج يشوفونهم يلاحظون الأكل حقهم كيف يتغير كيف يجوزلهم كيف شو النوع اللي يصلح لهم أكثر ولا ما يصلحوا المهى العربي من الإنقراض من أنجح وأمتع القصص التي يرويها حماة الطبيعة فقد أدرك المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل هيان وانذ بداية الستينيات من القرن الماضي قطورة التدهور البيئي وتطور وسائل الانتقال والصيد على هذه الكائنات المميزة فأصدر توجيهاته بأسر أفراد منها ووضعها في حديقة حيوان العين 40 years ago it was extinct in the wild but today this large antelope is back from the brink thanks to a breeding program and a series of reintroductions now there are over 300 Arabian oryx thriving in the Dubai Desert Conservation Reserve captive oryx were brought over from the United States as well as donated by the ruler of Dubai, Sheikh Mohammed the UAE currently holds the largest number of Arabian oryx in the Middle East animals cannot speak but can you and I not speak for them and represent them let us all feel their silent cry of agony and let us all help that cry to be heard in the world what can you do here in the beautiful deserts in the UAE to help these species donate and spread awareness to these breeders and sanctuaries every word makes an effect you no but you and and count اشتركوا في القناة